ترجمة نانسي قنقر كنت استكشف عمري وأنا أكتب طيب بس هي الشخصية الرئيسية نجود هي بنت اختارت الملاكمة كطريقة لإثبات نفسها وحاولت كمان أنه تأثر على أصحابها وصحباتها وصوت حلقة من الفتيات الملاكمات هل أنت نجود؟ نجود تمثل جانب أنه بعد يوم كانت صغيرة أهلها حسوا أن فيها مشكلة أن البنت عندها ADHD عندها عدم القدرة على الانتباه والتركيز أبوها سجلها كاراتي في يوم تسجلت فيها في الرياضة حصلت عمرها في الرياضة قدرت تبني نفسها من الرياضة